chicken nuggets قطع الدجاج بأسهل طريقة كل اللي منحتاج إلو 500 جرام صدور الدجاج رح نقطعهم مثل هيك مكعبات صغيرة وبعدها رح ننقلهم على الخلاط رح نحتاج معهم معلقة صغيرة فلفل أسود وكاروي وفلفل أحمر ومليح ومعلكتين طحين رح نخطلطهم مع بعض لحد ما يطلع معانا الخليط بهذا الشكل بعدها رح نبلش نكور فيهم بشكل صغير زي هيك ونبلش شغل رح نحطهم شوي على الطحين وبعدها على صفار البيض وبعدها رح ننقلهن على الكرشلة أو الشبس أو أنتوا شو بتحطوا تعملوا أعملوا بعدين رح نصفتهم بالصينية ونتركهم بالثلاجة لمدة 4 إلى 5 ساعات بعدها رح نبلش قلي فيهم نحتاج الزيت يكون حامي وبعدين نوطع شي عشان ينضجوا معانا منيح من الداخل نظلنا نقلي فيهم زي هيك ليصير لونهم ذهبي مثل ما أنتوا شايفين نحطوا مع منديل ناشف آخر شي بطلعوا مثل هيك وألف ألف صحة وهنا